النبضة السريعة والأنفاس المتلاحقة هذا هو حال من مس وجهه هواء الجبل بمجرد الاقتراب من المنحوطة الغامضة والتي غاب عن العالم سر وجودها بقلب جبل ققاز كيف نحتت بهذا المكان المخيف؟ وهل نحتها الجان؟ أحداث مخيفة وقعت داخلها ونسجت الأساطير حولها الحكايات المخيفة قيل أن هولاكو في نهاية القرن الرابع عشر قد دخلها بقوات كبيرة بعدما سمع أنها منعة ولا يمكن سقوطها وكان يطمع في الارتباط بجميلاتها التي تسكنها لكن ما حدث كان على غير ما توقع القائد المغلي فما قصتها؟ في قلب سفح جبال الققاز تختبئ قلعة سيدة الجان وهي كنز من الكنوز الأثارية في دولة أذربيجان والتي يلفها الغموض من كل جانب وتدور حولها الأقاويل المدهش أن هذه القلعة المنحوطة في الصخر الأصم ومنذ قرون عديدة تقف صامدة ومن يراها لا يصدق أنها مجرد قطعة أثارية فريدة حيث تبدو كأنها من القصص الخيالية في شمال غرب أذربيجان وتحديدا في قرية تسمى يخاري شردخلار بمنطقة زغتالة والتي تعني باللغة الأذربيجانية قلعة سيدة الجان قلعة سيدة الجان تقع هذه التحفة المعمارية الفريدة والغامضة حير العلماء والباحثين سبب بناء القلعة الغامضة وتذكر الحكايات الشعبية المتداولة بين سكان المنطقة حول هذا اللغز الكثير من القصص ولكن الأكثر شيوعا هو أن قصة بناء قلعة سيدة الجان الشامخة جاء بناء على طلب سيدة يقال أن جمالها خلاب تسمى باري وقع في حبها القائد المغولي جانكيس خان وبدلا من رفض السيدة الجميلة طلب الارتباط الرسمي منها طلبت مقابل إتمام الارتباط طلبا غريبا من القائد المغولي وهو أن يبني لها قلعة على منحدر مرتفع وكان في ظنها أن بهذه القلعة من الممكن أن تتحصن بداخلها حتى تتمكن من الهرب وقت دخول المغولي لها وبالفعل عمل جانكيس خان مباشرة على مرسم الارتباط الرسمي من باري الفاتنة ونفذت هي بطبيعة الحال خطتها واستطاعت الاحتماء بالقلعة واختبأت فيها هناك ولكن مع تخييم الجيش المغولي عند سفح الجرف وقرب احتجازهم لها قفزت باري الفاتنة من القلعة وأنهت حياتها ولا يستطيع أحد إنكار أو تأكيد مكوث شبحها داخل القلعة التي بات اسمها أمام الناس سيدة الجان من كثرة الأحداث الغامدة التي ارتبطت بهذا المكان الذي طالما اعتبره السكان القريبون من المنطقة مصدر الخوف الأول في العالم ما زال حصر كل مكونات قلعة سيدة الجان بعيد المنال والمعلومات المتاحة عن ما يوجد داخل القلعة قليل وهذا بسبب أن قلة قليلة من الناس هم الذين تجرأوا بالفعل على الصعود لاستكشاف المكان بأنفسهم وما تشتهر به القلعة الآن هو أنها تقع في الجزء العلوي من درج مغلق مبني من طوب الحجر الجيري الخام والمثبت جيدا ويلتصق بالجبل ذاته وتحتوي من الداخل على ثلاث غرف لا زالت سيدة الجان التي أطرأت حكاياتها النوم من أعين سكان المنطقة كائنا مختفيا داخل القلعة الكبيرة ومجرد ظهور أصداء صوت أو تأثيرات بصرية بحلول الظلام تزداد المخاوف منها لكن دخولها بشكل رسمي أو استكشافها بطريقة علمية تأخر حتى الآن ربما لتزايد خوف الناس منها بوصفها أصعب موقع في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر